بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا عزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات درسنا اليوم إن شاء الله بإذن الله بيكون تمثيل دوال المقلوب بيانيا هذا رابط الدرس الرقمي فيما سبق درس تمثيل دوال كثيرات الحدود بيانيا والآن رح نحدد خصائص دوال المقلوب ونمثل تحويلات دوال المقلوب بيانيا مفردات الجديدة خط التقارب وخط التقارب الرأسي وخط التقارب الأفقي ودالة المقلوب والقطع الزائد لدينا في لماذا خططت مجموعة من الطلبة لجمع مبلغ خمسة آلاف ريال للقيام بعمل خيري فقرروا أن يتبرع كلا منهم بريال واحد يوميا فإذا كان عدد الطلاب N طالبا فإن عدد الأيام C اللازم لجمع المبلغ يعطى بالعلاقة خمسة آلاف تقسيم N له قيمة C C تساوي خمسة آلاف تقسيم N لدينا هم يريدون أن يجمعوا خمسة آلاف عددهم N طالبا الأيام اللازمة إذا تبرع كل واحد منهم نحن نعلم كم عددهم لكن لو تبرع كل واحد منهم يوميا بريال واحد كل واحد منهم هذا العدد رح يتبرع بريال واحد يوميا عشان نوصل للخمسة آلاف عدد الأيام اللازمة عشان نوصل أو نجمع خمسة آلاف ريال رح نقسم الخمسة آلاف على عدد الطلاب رح نقسم الخمسة آلاف على عدد الطلاب رح نحصل على عدد الأيام اللي نحتاجها للوصول إلى خمسة آلاف ريال اللي بيتبرعون أو بيقومون فيه بعمل خيري خطوط التقارب الرأسية والأفقية طيب لو لاحظتوا هنا ماذا يوجد في المقام أحسنتم ممتاز يوجد متغير في المقام ماذا يعني متغير نحن لا نعلم عدد الطلاب هنا فالعدد الأيام هنا رح يعتمد على عدد الطلاب فلنفرض مثلا عندنا طالبين فقط رح نحتاج إلى عشان نصل إلى خمسة آلاف ريال نصل خمسة آلاف ألفين وخمسمائة الفين وخمسمائة يوم طيب لو كان عندي أكثر مثلا عندي خمسمائة طالب رح أحتاج إلى كم إلى خمسين يوم فقط رح أقسم الخمسين على خمسمائة وهكذا نفرض رح أقسم الخمسة آلاف على خمسمائة طالب وتطلع لنا عدد الأيام لو كان عندي مثلا ألف طالب رح أقسم الخمسة آلاف على ألف يعطيني تغير هنا عدد الأيام يعني خمسة آلاف ربما أقسمها على ألف هنا في حال كانت إن تساوي ألف يعني عدد الطلاب ألف طالب مثلا راح تكون لي عدد الأيام طبعا اللي هي كم؟ خمسة أيام فقط وهكذا إذن ماذا نلاحظ هنا فيه متغير في المقام وقلنا ليش متغير؟ لأنه لا نعلم قيمته ويعتمد والآن عدد الأيام يعتمد على عدد الطلاب طبعا كل ما زاد عدد الطلاب راح يقل عدد الأيام كل ما قل عدد الطلاب زاد عدد الأيام خطوط التقارب الرأسية والأفقية خط التقارب لدالة هو مستقيم يقترب منه التمثيل البياني للدالة مستقيم يقترب منه ما معنى يقترب منه؟ يعني لا يقطع لا يستطيع أن يقطع هذا المستقيم ولدالة المقلوب F of X يساوي 1 على A of X خط تقارب رأسي عند القيمة المستثنى من مجالها وخط تقارب أفقي يبين سلوك طرفي التمثيل البياني للدالة طبعا الآن حنا عندنا متغير في المقام فسمينا الدالة هنا نسبية لماذا؟ لأنه بيكون عندي لازم هنا بسط وقام وجود المتغير في المقام ما لاتفيه بسط فوجود بسط ومقام دائما الشيء اللي له بسط ومقام نسميه نسبي عدد نسبي دالة نسبية وهكذا طيب الآن دالة طبعا هذه اللي بسطها عبارة عن عدد وليس متغير عبارة عن عدد طبعا واحد على دالة أو عدد طبعا حتى لو كان خمسة أو ستة أو سبعة أنه بيكون مضروب فيها له خطوط تقارب رأسية وأفقية خطوط تقارب الرأسي خطوط تقارب الرأسي طبعا خطوط تقارب الرأسي هو رأسيا لكنه يقطع X يعني قيمة X فخطوط تقارب الرأسي رح يكون ماذا ما هو القيمة اللي الدالة هنا يعني ما رح تطلع لها مستحيلة يعني لو عوضت فيها في الدالة بتطلع لدالة غير معرفة هي القيمة اللي تجعل المقام صفرا فلما نجي مثلها بيانيا التمثيل البياني لن يقطع الخط اللي فيه هذه القيمة لأن لو قطعها كيف قطعها يعني معنات أنه لو اخترقها قطعها التمثيل البياني للدالة معنات أنه لها قيمة لها قيمة عند هذه النقطة أو عندها هذه القيمة لها قيمة فخط التقارب الرأسي ورح نشوف إن شاء الله بشكل أوضح رح يكون عند القيمة المستفنة من مجال الدالة يعني هي القيمة اللي تجعل المقام صفرا وله خط تقارب أفقي هو اللي يبين لنا سلوك طرفي التمثيل البياني للدالة هل يتزايد أو يتناقص وما إلى ذلك خطوط التقارب للدالة y تساوي a على x ناقص b زائدا c التعبير اللفظي للدالة y تساوي a على x ناقص b زائد c و a طبعا لا تساوي صفر ليش a لا تساوي صفر إذا a ساوت الصفر معنات هذه القيمة صفر أصبحت الدالة هنا ثابتة تساوي c ثابتة دالة ثابتة عندها c y تساوي c إذن هنا بشرط أن a لا تساوي صفر يعني البسط لا يساوي صفرا طبعا للدالة هذه خط تقارب رأسي عند قيمة x التي تجعل المقام صفرا أي أن خط التقارب الرأسي للدالة هو x تساوي b الآن هنا لو ساوينا المقام بالصفر x ناقص b يساوي صفر راح يكون عندي هنا x تساوي b إذن عند قيمة b هذه راح يكون لها خط تقارب رأسي خط التقارب هذا خط التقارب الرأسي لاحظوا هنا لو قلنا هذه مثلا b هذا خط التقارب الرأسي لاحظوا هنا الدالة اللي بالأزرق متصلة لا تقترب من هذا الخط لكنها لا تقطع أبدا أبدا لن تقطع هذا الخط يعني لو عوضت عن قيمة b هذه بغض النظر عن b هذه 2 3 سالب 1 سالب 2 0 أي أن كانت اللي تجعل المقام صفرا لو عوضت فيها في الدالة بتخليه للدالة غير معرفة يعني لا يظهر لها تمثيل بياني لا ما لها تمثيل بياني غير معرفة في هذه النقطة ما لها وجود يعني طيب أيضا هذا خط التقارب الأفقي هذا طبعا الرأسي اللي تكلمنا عنه هنا خط التقارب ماذا؟ الأفقي أيضا نفس الشيء هنا الدالة تقترب من هذا الخط ولا تقطعه نفس الشيء ويبين طبعا طبعا هنا رح يكون عند عند وي تساوي سي عند وي تساوي سي طيب لو جينا شفنا في الدالة هذه اللي هي تعريفها وي تساوي 1 على اكس ناقص 2 زائد 1 طبعا هنا الاكس كان اللي تجعل المقام صفرا اللي هي 2 اللي تجعل المقام صفرا فنلاحظ هنا عند وي تساوي 2 الدالة لا تقطع الخط هذا كامل رأسيا إلى ممتد من سالب ما لنهاية إلى موجب ما لنهاية الدالة لن تقطعه عند وي تساوي كم؟ عند وي تساوي 2 طيب خط التقارب الأفقي رح يكون أين؟ عند اكس تساوي 1 هذا العدد اللي طبعا بنفس إشارته مجموع أو مطروح بناخله بنفس إشارته إذن زائد 1 أين الواحد في الواي طبعا أين الواحد في الواي؟ هنا خط التقارب الرأسي يكون قيمة يكون عنده اكس وخط التقارب الأفقي يكون عنده وي فعند وي تساوي 1 هنا نجد أيضا أن التمثيل البياني لا يقطع هذا أيضا الخط لذلك الدالة تنقسم هنا إلى قسمين لاحظوا هنا التمثيل البياني للدالة أصبح جزئين هذا الجزء الأول لو لاحظنا هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني لماذا انقطعت أو انقسمت الدالة إلى قسمين؟ لأنه لما نبدأ نمثل 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 الدالة تجي عند حاجز لن تستطيع أو خط لن تستطيع تجاوزه فبتبدأ تنزل أو تصعد حسب بعد الدالة ثم بعد ذلك طيب والقيم اللي بعد هذا الخط القيم اللي بعد اكس هذه اللي عندها خط تقارب رأسي تبدأ تظهر الدالة من جديد تبدأ الدالة تظهر بعض الخط هذا من جديد وتكمل طبعاً نكمل فيها التمثيل البياني مجال الدالة Y تساوي A على X ناقص B زائد C Y تساوي A على X ناقص B زائد C فهو جميع الأعداد الحقيقية مع أداء البي مثل ما شفنا قبل قليل جميع الأعداد الحقيقية مع أداء الاثنين اللي هي تجعل المقام صفراً وحسب طبعاً شكل المقام وأما مداها فهو جميع الأعداد الحقيقية مع أداء من لاحظنا أن الدالة يعني استمرت من الأعلى أو من الأسفل إلى أن وصلت إلى الواحد لم تستطيع الدالة أن تظهر لها قيمة عند الواحد لم تستطيع الدالة أن تظهر لها قيمة عند الواحد ثم بعد ذلك بعد الخط الأفقي واحد بدأت الظهور من جديد إلى مجب ما لا نهاية معنات أن مداها جميع الأعداد الحقيقية على خط الواي على محور واي جميع الأعداد الحقيقية مع هذا من اللي هو الواحد اللي هو ظهر عنده خط التقارب الأفقي طبعاً اللي هو هنا عندنا نقولها بشكل عام مع داسي اللي هي القيمة المجموعة على الدالة ولأنه لا يمكن رسم هذه الدالة دون رفع القلم عن الورقة لأنها قسمت قسمين لذا اختر قيماً لأكس على جانبي خط التقارب الرأسي لترسم جزئي منحناء الدالة يعني احنا ممكن لما نجي لمثل الدالة طبعاً نحن نمثل الدالة كيف؟ طريقة واحدة لتمثيل الدالة أفرض نقاط وأعوضها في الدالة تظهر لي اللي هي أفرض أكس أعوضها في الدالة تظهر لي قيم وي هذه الطريقة المعتمدة اللي لدينا دائماً نستخدمها لكن قد نختار قد نختار الدالة ممتدة الدالة ممتدة إلى ما لا نهاية قد نختار نقاط مثلاً ما تظهر لي اللي هو الجزء الثاني من الدالة يظهر لي خط فقط ممتد مثلاً بهذا الشكل ما يظهر لي اللي هو الجزء الثاني من الدالة لذلك دائماً هنا في الشرط لما نجي نرسم دالة المقلوب إننا نركز على القيم يمين ويسار اللي هو خط التقارب الرأسي قيم إكس يمين ويسار خط التقارب الرأسي تمثل الدالة سي تساوي خمسة آلاف على إن تمثل دالة مقلوب هذه الدالة تمثل دالة مقلوب مثل ما قلنا إن بسطها يكون عبارة عن عدد طبعاً حنا قلنا مجازاً اللي هو الدالة الأم واحد على A of X هذه الدالة الأم لكن الواحد هذه قد تضرب في عامل تصير خمسة آلاف تصير ثلاثة تصير ثماني أي أن كان ودالة المقلوب مثل ما قلنا التي سندرسها هي الدالة المكتوبة على الصورة of X تساوي واحد على A of X هذه الدالة الأم وإحنا عرفنا إن الدالة الأم طبعاً قد يحصل عليها اللي هو إزاحة للأعلى أو الأسفل أو اليمين أو لليسار قد يحصل لها تمدد قد يحصل لها إنعكاس وما إلى ذلك يعني ليس شرطاً إننا نشوف في البسط فقط واحد مثل هنا شفنا خمسة آلاف ومن يكون البسط عبارة عن ثابت عدد الدالة الرئيسية الأم of X تساوي واحد على X واحد على X هذه الدالة الرئيسية الأم الدالة اللي هي A of X عبارة عن الدالة X اللي هي الدالة المحايدة شكل التمثيل البياني قطع زائد طبعاً هذا التمثيل اسمه قطعاً زائداً اللي هو هذا الجزء الواحد هو الجزء الثاني يمثل قطع زائد المجال والمدى طبعاً المجال جميع الأعداد الحقيقية ما عدى الصفر هنا بالنسبة للأم بالنسبة للأم خطاء طبعاً والمدى رح يكون نفس الشيء جميع الأعداد الحقيقية ما عدى الصفر نفس الشيء يعني خط التقارب الرأسي عنده X تساوي صفر وخط التقارب الأفقي عنده Y تساوي صفر خطات تقارب عنده Y تساوي صفر وX تساوي صفر المقطعان لا يوجد هل الدالة هنا تقطع محور X أو محور Y المقاطع طبعاً نشوفها يعني نقول الدالة لها مقطع إذا كانت إيش قطعت محور X أو محور Y تكون الدالة غير معرفة عندما X تساوي صفر مجال دالة المقلوب هو مجموعة القيم التي تكون الدالة عندها معرفة فمثلاً الدوال F في X تساوي سالب ثلاثة على X زائد اثنين J في X تساوي أربعة على X ناقص خمسة وH في X تساوي ثلاثة على X غير معرفة عندما متى مثل هذه الدالة غير معرفة عنده X تساوي سالب اثنين لأنه لو عوضت عن X بسالب اثنين زائد اثنين صفر فهنا الدالة رح تكون غير معرفة عند السالب اثنين طيب بالنسبة ل J of X رح تكون غير معرفة عند الخمسة لأنه خمسة ناقص خمسة صفر H of X رح تكون غير معرفة عند الصفر لأنه ثلاثة على صفر رح يعطيني الصفر نشوف مثال القيود على المجال اللي هو تحديد القيم التي تجعل الدالة غير معرفة حدد قيم X التي تجعل الدالة هذه دالة ماذا؟ أحسنتم ممتاز دالة مقلوب هل هي الدالة الأم؟ لا لكن كيف حكمنا أنها دالة مقلوب؟ البسط طبعا هي عبارة عن بسط ومقام المقام فيه متغير معنات هذه دالة نسبية ليش سمناها دالة مقلوب؟ لأن البسط لا يوجد فيه متغير نتعرف إن شاء الله بإذن الله فيه الدروس القادمة على الدالة النسبية بصورة عامة لما يكون عندي في البسط والمقام متغير هذه طبعا حالة من حالات الدالة النسبية اللي هي اسمها دالة المقلوب حدد القيم اللي تجعل هذه الدالة اللي هي دالة مقلوب غير معرفة نوجد أو شيء قيمة إكس التي يساوي المقام عندها صفرا نأخذ المقام ونساويه بالصفر ونحل معادلة عادي إكس طلعت كم؟ قيمتها سالب 5 على 2 معنات سالب 5 على 2 هي اللي راح تجعل المقام صفرا لو عوضنا هنا في المقام 3 على 2 في سالب 5 على 2 زائد 5 ماذا راح يساوي؟ 2 طبعا هنا تقسيم 2 و1 راح يتبقى لنا سالب 5 زائد 5 اللي هو صفر فماذا نلاحظ في المقام؟ أصبح المقام صفرا إذن سالب 5 على 2 هي التي تجعل المقام صفرا نستثنيها من المجال نقول الدالة غير معرفة عندها إكس تساوي سالب 5 على 2 نتحقق أوجد القيم التي تكون عندها الدالة هنا غير معرفة طبعا هنا واضح أنها واحد مباشرة لكن بنقول نوجد قيمة إكس التي يكون عندها المقام يساوي صفرا كيف راح نوجدها؟ بنساوي المقام بصفر نحل معادلة راح يكون عندي هنا طبعا لما أجمع واحد للطرفين راح يكون عندي هنا إكس تساوي واحد إذن لما تكون إكس قيمتها واحد راح تكون عندنا هنا المقام صفر يعني هي القيمة المستثنى من مجال الدالة أو لتجعل المقام صفرا أو اللي نسميها القيود على الدالة الدالة مقيدة بأنه لازم إكس ما تساوي واحد في هذه الحالة في الدالة اللي شناها قبل قليل طيب بالنسبة لهذه الدالة نحس الشيء راح أخذ المقام أساوي بالصفر راح أطرح اثنين من الطرفين راح يكون عندي هنا ثلاثة ثلاثة إكس تساوي طبعا هنا صفر هنا صفر ناقص اثنين راح يكون سالب اثنين أقسم الطرفين على ثلاثة راح يكون عندي هنا إكس تساوي سالب اثنين على ثلاثة وهي القيمة التي تجعل المقام صفرا قد لا تكون بعض قيم إكس في دالة المقلوب منطقية وذلك في مسائل من واقع الحياة فعلى سبيل المثال في التمثيل البياني المجاور إذا كانت قيم إكس تمثل زمنا أو مسافة أو عدد أشخاص فلا يمكن أن تكون هذه القيم سالبة في سياق المسألة ولذلك لا حاجة للجزء الأيسر من التمثيل البياني والذي تكون فيه قيم إكس سالبة أمثلة من واقع الحياة راح نأخذ فقط اللي هو الجزء الموجب الربع الأول الربع الأول من المستوى الإحداثي اللي يكون فيه الإحداثيات جميعها موجبا لأنه ما عندنا فيه أمثلة يعني لما تكون أمثلة من واقع الحياة تبثل زمن أو مسافة أو عدد أشخاص أو شيء من هذا القبيل ما راح تكون عندنا قيم سالبة لذلك راح نستثني اللي هو الجزء الثاني من التمثيل البياني عندنا هنا تمثيل دالة المقلوب بيانيا مثل الدالة أفو في إكس تساوي عشرين على إكس هذه دالة ماذا؟ دالة نسبية للمقام فيه متغير واسمها دالة مقلوب مقلوب لماذا؟ لأن البسط لا يحتوي على متغير يعني البسط والمقام كلاهما فيه متغير لا، البسط عبارة عن عدد حيث تمثل مثل الدالة أفو في إكس تساوي عشرين على إكس بيانيا حيث تمثل إكس عدد الأشخاص في منطاد هوائي وتمثل أفو في إكس متوسط المساحة المخصصة لكل شخص بالأقدام المربعة يعني أنا لما أبغى أشوف أفو في إكس المساحة المخصصة لكل شخص راح أقسم عشرين على عدد الأشخاص عشرين اللي هو ممكن تكون مساحة اللي هي مساحة المنطاد راح أقسمها على عدد الأشخاص راح أطيني المساحة المخصصة لكل شخص بما أن عدد الأشخاص لا يكون طبعا صفر أو سالب لذا استعمل الأعداد الصحيحة الموجبة فقط للمتغير إكس ما راح نمثل هنا مثل ما قلنا طبعا أننا نشوف طبعا هنا خط التقارب الرأسي عند إكس تساوي صفر طبعا إحنا قلنا أننا لما نجي لمثل الدالة بيانيا راح نأخذ أعداد يمين الخط التقارب الرأسي ويسار خط التقارب الرأسي لكن هنا بما أنه مثال من واقع الحياة سنستثني اللي هي القيم السالبة ورح نأخذ الأعداد اللي على في الجزء الموجب فقط طيب طبعا هنا عندنا جدول اللي هو أخذنا لو كان عندي عدد الأشخاص اللي هو إكس 2 راح تكون المساحة المخصصة لكل شخص ماذا عشرة لأنها عشرين تقسيم اثنين عشرة طيب لما يكونون أربع راح تكون المساحة المخصصة لكل شخص خمسة لما يكونون خمسة راح تكون أربعة ولما يكونون العدد الأشخاص عشرة راح يكون المساحة المخصصة لكل شخص اللي هو اثنين قدما مربعا اثنين قدم مربع عين النقاط اللي طلعت لنا هذه النقاط هذه X وهذه Y هذه هذه النقاط اللي هي الأزواج المرتبة 12, 5, 5, 4, 10, 2 في المستوى الإحداثي وصل بينها بخط منحن ويما أن الدالة غير معرفة عند X تساوي صفر فإن لها خط قارب رأسي هو X تساوي صفر لأن منحناها يقترب من المستقيم X تساوي صفر يعني الآن مثلنا النقاط 2 هنا الاثنين وعشرة العشرة بين الثمانية والاثنى عشر وأربعة وخمسة هذه الأربعة والخمسة فوق الأربعة بقليل وعندنا خمسة اللي هي بجانب الأربعة وأربعة ثم عندنا اللي هو عشرة اللي هي بين الثمانية والاثنى عشر واثنين اللي هي في منتصف المربع الأول طبعا وصلنا هذه النقاط ببعضها البعض لاحظوا هنا لما نجي نمدل الخط هنا ننتبه في أننا ما نقطع لا نقطع اللي هو محور X نمدل الخط بحيث يكون فيه مسافة قليلة جدا بين الخط اللي نرسمه ومحور X من هنا طبعا هنا لأنه عندنا خط تقارب رأسي وهنا أيضا نفس الشيء لما نجي نمد الخط للأعلى ننتبه أننا لا نقطع محور Y لأنه عندنا هنا خط عفوا هنا خط تقارب أفقي لما نجي نرسم من جهة X وعندنا هنا لما نجي نرسم من جهة Y رح يكون عندنا خط تقارب رأسي طبعا منحناها يقترب من المستقيم X يساوي صفر اللي هو المحور Y ولا يمسه وبالمثل الدالة قد تقارب أفقي له Y يساوي صفر اللي هو المحور X أي أن منحناها يقترب من المستقيم له Y يساوي صفر اللي هو محور X هذا الأفقي ولا يمسه ولذا مد المنحنة الذي رسمته فيها في اتجاه كل من المحورين X و Y الموجبين ولكن دون أن يمس أي منهما كما هو مبين في هذا الشكل نتحقق في عندنا حدائق حديقة مستطيلة الشكل مساحتها 18 سنتيمتر مربع والدالة L تساوي 18 على W تبين العلاقة بين طولها وعرضها مثل هذه الدالة بيانيا طبعا هنا عندنا أول شيء رح نمثل نختار اللي هي نقاط أول شيء عندي هنا مثال من واقع الحياة نبغى حن نوجد اللي هو طول وعرض هل ناخذ قيم سالبة هل نطلع خط التقارب الرأسي وناخذ قيم عن يمينة وقيم عن يسارة لا طبعا طبعا هنا عندنا خط تقارب رأسي هو ماذا طبعا هو الأهم خط التقارب الرأسي اللي ناخذ قيم عن يمينة وعن يسارة لأنه قيمة خط التقارب الرأسي يكون عنده X ودائما نحن القيم اللي نفرضها تكون لـ X هنا عندنا طبعاً W لا تساوي 0 وأصلاً المساحة عندي حديقة بالفعل عندي حديقة مستحيل أن اللي هو العرض لها الودف W رح يساوي 0 طيب فهنا رح نختار النقاط اللي هي واحد إذا عوضنا 18 تقسيم واحد رح يكون عندي اللي هو اللونغ اللي هو الطول رح يكون عندي 18 طيب لو خذنا العرض 2 18 تقسيم 2 رح يكون 9 طيب لو خذنا 3 18 تقسيم 3 رح يكون 6 وأيضاً لو خذنا 6 رح يكون عندي 18 تقسيم 6 3 ولو خذنا 9 رح يكون عندنا 18 تقسيم 9 رح يكون عندي 2 نمثل هذه النقاط نلاحظ هنا هذا التمثيل البياني طبعاً لاحظ أننا ما رسمنا الجزء الآخر من الدالة مثل نرسم الجزء الآخر إذا ما كانت فيه أمثلة من واقع الحياة المطلوب فيها لا يمكن أن يكون صفر أو سالب في بعض الأحيان مثلاً قد يكون المطلوب فيها صفر مثلاً يعني عدد الأشخاص لا يوجد عدد أشخاص وهكذا طيب هنا مثلنا نشوف الأثنين مع التسعة عندنا هنا الثلاثة هنا الثلاثة مع الستة تكون مع الستة وعندنا أيضاً اللي هو التسعة مع الاثنين ثم بعد ذلك طبعاً رسمنا ولو كملنا طبعاً ونزلنا بالنقاط رح ننزل مثلاً لو كملنا يمين وأعلى ننزل بالنقاط لا نمس اللي هو محور Y يعني ممكن ناخذ نقاط أكثر رح ينزل التمثيل البياني لكن خلاص إذا نزل خلاص لكن النقاط اللي أخترناها وصلت إلى هذا الحد نتأكد حدد في قيمة X التي تجعل الدالة وفوكت تساوي 5 على 4X ناقص 8 غير معرفة حسنتم ممتاز اللي هي القيمة التي تجعل المقام صفراً يعني نساوي المقام بالصفر نساوي المقام بالصفر ونحل معادلة عندنا هنا 4X رح تساوي 8 أقسم الطرفين على 4 يعني X رح تساوي 2 هي القيمة التي تجعل المقام الدالة عفواً غير معرفة مثل كل دالة مما يأتي وفوكت تساوي 5 على X طبعاً هنا لابد مني طبعاً أحدد مجال ومدى كل منها هنا المجال جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر والمدى نفس الشيء طبعاً المجال والمدى كلها جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر لأن المقام عندي هنا X طيب الآن هنا طبعاً ما نأت عندنا خط تقارب رأسي عنده X تساوي صفر وخط تقارب أفقي عنده Y تساوي صفر معنات نأخذ قيم على يمين الصفر وقيم على يسار الصفر طبعاً هنا نأخذ قيم على يمين ويسار خط التقارب الرأسي لأنها ليست مثالاً من واقع الحياة يعني عندنا هنا مثلاً طبعاً لو حطينا هنا الصفر رح يطلع لقيمة غير معرفة رح أخذ مثلاً الواحد والاثنين وهنا رح أخذ مثلاً سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة عندنا خمسة تقسيم واحد رح يطيني خمسة خمسة تقسيم اثنين رح يكون اثنين ونصف عندنا خمسة تقسيم سالب واحد لشلنا X حطينا بدالها سالب واحد رح يطيني سالب خمسة وخمسة تقسيم سالب اثنين راح يكون سالب اثنين ونصف وأيضاً خمسة تقسيم سالب ثلاثة اللي هي سالب خمسة على ثلاثة طبعاً هي راح تكون واحد وسالب واحد وثلثين نمثلها هذا التنثيل البياني لها لاحظنا هنا عندنا الواحد والخمسة هذه النقطة وعندنا السالب واحد وسالب خمسة هنا سالب واحد وسالب خمسة وعندنا الواحد هنا عفواً طبعاً كل مربع اثنين فهذا الواحد وهنا عندنا الخمسة اللي هي بين الاربعة والستة هذه النقطة الاولى اللي هي واحد وخمسة وعندنا السالب واحد راح تكون هنا وسالب خمسة راح تكون هنا هذه النقطة بالفعل فجينا ارسمناها عندنا الاثنين اخذت اثنين ونصف وسالب اثنين اخذت سالب اثنين ونصف وسمنا بحيث انها طبعا بهذا الشكل ما مجال الدالة فف اكس تساوي ثمانية على اكس زائد ثلاثة ما رأيكم ما مجال هذه الدالة احسنتم ممتاز جميع الاعداد الحقيقية ما عدا سالب ثلاثة لان سالب ثلاثة زائد ثلاثة رح يعطينا صفرا اذا الواجب سبعة وثمانية وعشر وثلاثة عشر بذلك نكون انتهينا من الجزء الاول من تمثيل دوال المقلوب بيانيا شكرا جزيلا اعزائي الطلاب والطالبات